بسم الله الرحمن الرحيم المهدي المنتظر وضبط الساعة على عام الجماعة في بداية الأمر لا بد أن نربط بين ثلاثة أسماء هي المهدي المنتظر عام الجماعة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء السلاسة ربط الإمام بن القيم بينهم ربطا عجيبا في أحد كتبه سنذكره إن شاء الله في آخر هذه الحلقة ولكن قبل أن نبدأ لا بد أن نعرف أولا ما هو عام الجماعة وما المقصود بعام الجماعة لنتعرف معا في آخر هذه الحلقة على ذلك الربط العجيب الذي ربطه الإمام بن القيم دعونا نبدأ بالمقدمة ثم نتحدث بعد ذلك في هذا الموضوع إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الحسن بن علي ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين وبالفعل حدث هذا في عام الجماعة وأصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين على يد سيدنا الحسن بن علي ومن خلال موقف لسيدنا الحسن بن علي فما هو عام الجماعة فما هو عام الجماعة وأحداثه سريعا هكذا لنأخذ العبرة التي نطمح إليها إن شاء الله تعالى عام الجماعة هذا في خمسة وعشرين ربيع أول سنة واحد واربعين من الهجرة النبوية الشريفة سمي هذا العام عام الجماعة وذلك أنه بعد أن قام عبد الرحمن بن ملجم بقتل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه جلس الحسن بن علي حزينا مهموما من هذا فجاءه قيس بن سعد بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة ابن سيدنا سعد بن عبادة وكان سيدنا سعد بن عبادة واليا على خراسان أيام خلافة سيدنا علي بن أبي طالب جاء قيس بن سعد وقال للحسن ابسط يدك أبايعك على الخلافة أنت أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على الخلافة هنبايعك بعد ولدك أنت الخليفة بتاع المسلمين ابسط يدك أبايعك على الخلافة وبعد أن تم هذا من قيس بن سعد بن عبادة بدأ الناس يتتابعون تترى من الأمصار ومن هنا ومن هنا يبايعون من؟ يبايعون سيدنا الحسن بن علي تدفق الناس من الأمصار وبايعه خلق كثير في نفس الوقت كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان يبايع في الشام في بايع بتأخذ لسيدنا معاوية فين؟ في بلاد الشام أهل الشام بيبايعوه هناك يبا في بايع لسيدنا الحسن بن علي وهناك في الشام بايع أخرى لسيدنا معاوية بن أبي سفيان فلما بايع الحسن خلق كثير وتجمع الناس إليه من الأمصار يبايعونه وصار الأمر عظيما قال قيس بن سعد بن عبادة سنجهز جيشا نذهب به لأهل الشام فنجعلها كلمة واحدة بدل ما المسلمين انقسموا إلى فريقين فريق مع سيدنا الحسن بن علي وفريق مع سيدنا معاوية لا احنا هنقض جيش ممن مع سيدنا الحسن ونذهب إلى الشام فنجعلها كلمة واحدة سيدنا الحسن رفض قال لا ممكن يحصل حرب ويسقط قتلى من الفريقين من المسلمين من أهل الإسلام المهم غلبوه على رأيه فوافقهم وصار معهم وصار جيش سيدنا الحسن بن علي الذي يقوده قيس بن سعد بن عبادة متجها إلى بلاد الشام حتى وصل فعسكر في المدائن عسكر في المدائن جيش الحسن بن علي لكن سيدنا الحسن لما رأى قوام جيش سيدنا معاوية علم أنها ستكون مقتلة عظيمة ستكون مقتلة عظيمة بين الفريقين فبدأ يعيد حساباته مع نفسه مرة أخرى وأيضا سيدنا معاوية لما نظر لقوام جيش الحسن جيش طغب كبير جيش عرم رم فبدأ يعيد حساباته أيضا ويتأكد أنها ستكون مقتلة عظيمة بين المسلمين لشاء رب العالمين في ذلك التوقيت تخرج إشاعة في جيش الحسن إشاعة كاذبة لكن كان لها مفعول السحر تخرج إشاعة في جيش الحسن بن علي اللي هو جيشه سمي جيش العراق وجيش معاوية سمي جيش الشام فحدثت إشاعة في جيش العراق اللي هو جيش سيدنا الحسن بن علي أن قائد الجيش قد قتل من قائد الجيش اللي هو قيس بن سعد بن عبادة فهنا لما حدث هذا الأمر وتلك الإشاعة بدأ الجند جيش الحسن بن علي جيش العراق بدأ يدب بينهم الفوضى والفوضى جعلتهم تحدث بينهم حالة من السلب والنهب لم يرى مثلها ليه المفسري أصحاب الروايات وأهل التاريخ الإسلامي يقولون ده حدث لأن الناس دول مش كلهم كانوا من مكان واحد لا ده من هنا ومن هنا ومن كل الأمصار فخليط فلما دبت الفوضى بينهم بدأ كل واحد يسعى لهدف مختلف عن الآخر فبدأ يحدث السلب والنهب بينهم لدرجة أنهم سلبوا بساط كان الحسن بن علي يجلس عليه اللي هو أهم واحد في جيش العراق اللي هو بيبايع اللي بايعوه سلبوا فراشا بساطا له كان يجلس عليه فلما حدث كده سيدنا الحسن تعجب وتبين له أن رأيه الذي رآه في أول الأمر كان رأيا صائبا إنه هو من رحش للأهل الشام من رحش حتى لا تحدث حرب ولا يحدث أي شيء لكن كانوا غلبوه على رأيه فأسار معهم تبين له أن رأيه الأول كان رأيا صائبا وبالفعل أرسل سيدنا الحسن بن علي إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان يعرض عليه الصلح ولكن بشروط بشروط تلاتة تلات شروط دي حقن الدماء لا يحصلش أي دماء بين الفريقين لو في حد تضرر من الفريقين يتم تعويضه فورا أنت أصبحت الخليفة هسيب لك الخلافة هتنازل لك بس وانت خليفة عوض الناس اللي تضرروا من هذه المشاكل ثالثا أن لا يسبى علي بن أبي طالب أمير المؤمن رضي الله عنه وأرضاه على المنابر هم كانوا بيعملوا كده أي وكان بيحصل كده زي ما احنا بنشوف النهاردة في بعض الناس بيتناولوا قمم دينية ويعني رموز دينية عظيمة وبيتناولوها بالقدح وغير في كل زمان ومكان ستجد هذا الأمر يحدث كما أنه على شاكلتهم أيضا من يسبون سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر حتى يومنا هذا المهم نخرج من هذا إلى إيه إلى أن سيدنا الحسن أرسل إلى سيدنا معاوية يعرض عليه الصلح بشروط وذكرنا الشروط الثلاثة في نفس التوقيت سيدنا معاوية كان قد أرسل رجلين يعرضان الصلح على سيدنا الحسن ابن إيه ابن علي هنا اجتمعت الإرادتان على الصلح مش إرادة واحدة إرادتين إرادة سيدنا الحسن ابن علي يريد الصلح إرادة سيدنا معاوية ابن أبي صفيان يريد الصلح فاجتمعت الإرادتان على الصلح فأصبح المسلمون أمة واحدة جماعة واحدة كلمة واحدة بقيادة من؟ هتكون بقيادة سيدنا معاوية ابن أبي صفيان ليه؟ لأن سيدنا الحسن تنازل له أنا مش عايز حد يقتل من المسلمين بسببي لا أنا متنازل عن الخلافة لا أريد الخلافة المهم أن كلمة المسلمين تكون كلمة واحدة وصار هذا العام اسمه عام الجماعة بسبب تنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عن الحسن في الحديث الذي رواه البخاري ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين انظر يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وفعلا بتنازل سيدنا الحسن لسيدنا معاوية صار أهل الإيمان كلهم جماعة واحدة أمة واحدة كلمة واحدة وسمي هذا العام عام الجماعة ولذلك ربط الإمام بن القيم بين هذه الأحداث الثلاث ربطا عجيبا ربطا عجيبا بين المهدي وخلافته في آخر الزمان وبين عام الجماعة وبين الحسن ابن علي ابن أبي طالب مؤدى كلام الإمام بن القيم الذي سنذكره نصا إن شاء الله تعالى الآن مؤدى كلامه إيه؟ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وخلاصة كلام الإمام بن القيم أن سيدنا الحسن ابن علي لما تنازل عن حقه في الخلافة طواعية لسيدنا معاوية وذلك حقنا لدماء المسلمين وحسبة لله تعالى عوضه الله سبحانه وتعالى بأن جعل من نسله من تكون له الخلافة الكبرى في آخر الزمان وهو المهدي وهو المهدي الذي بشر الرسول به في آخر الزمان تعالوا نشوف نص كلام الإمام بن قيم الجوزية في كتابه المنار المنيف يقول الإمام بن قيم الجوزية وفي كونه أي المهدي من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله فلما ترك الخلافة لله جعل الله من ولده من يقوم بالخلافة في آخر الزمان وهو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه ولذلك ينقل عن العلماء من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه شوف العلماء بيقولوا إيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته